بالهروات والغاز المسيل للدموع مسيرة احتجاجية نظمها حزب الحرية والديمقراطية المعارض تحت شعار لا للهجمة الامبريالية ضد سوريا وقالت مصادر الحزب ان حشودا من المتظاهرين تجمعوا امام مبنى حزب الحرية والديمقراطية في مدينة مرسين وساروا مرددين هتافات عبرت عن الاستنكار الشعبي للحلف الامبريالي وشددت على دعم الجماهير التركية لسوريا وقيادتها كما اكدت هذه المصادر ان افراد الشرطة التركية اعتقلوا عددا من المحتجين السلميين من بينهم رئيس فرع الحزب في مرسين اوكتاي جانبلات هذا وقد توعد معاون رئيس الحزب اندر اشلين بتنظيم المزيد من التظاهرات منتقدا الموقف التركية من سوريا ومشددا على موقف حزبه بتحويل تركيا الى احدى ساحات المقاومة